وهو يمكن أن نسميها مرحلة الخروج من الهاوية بالنسبة لحسن إبراهيم وهو المسلسل المستحيل لما نتذكر حسن إبراهيم لا نتذكر هالعمل دعنا نأخذ التجربة من عدة نواحي قبل وأثناء وبعد يمكن قبل هالمسلسل معه أننا نرى ممثل صغير غير معروف يأخذ بطولة مطلقة خاصة في ظل وجود سعاد عبدالله في العمل وكانت توهم سوية مثلا المسلسل على الدنيا السلام كانت وصل لأربعة وخمس سنوات في ذاك الوقت ومع ذلك هي أخذت الدور الثاني أو الثالث في العمل والبطولة كانت لشاب صغير وهو حسن إبراهيم أنت كنت يمكن في العشرينات بداية العشرينات واحد وعشرين سنة واحد وعشرين سنة والمسلسل نفسه أثر في الجيل اللي شافه أن شفنا قصة سقوط كان طالب متفوق مهذب صارت لأحداث عائلية بعدها اتجاه لاتجاه آخر وانحرف وهذا انتهت في السجن التجربة نفسك شون تتذكر منها كواليسها شون تم اختيارك لهذا العمل شوف محسن هو عمل مهم في حياتي غيرني وغير مساء الوايد ويبع كل عبالهم هو انطلاقتي هو صجل هو في انطلاقة جماهيرية يومها إنما أنا سبقت هذا الموضوع تواجدي في الوسط الفني وعملي فيه بعشر سنوات أكثر أي عشر سنوات تقريبا وصورناه في النهايات 91 عروف 92 صح العمل كان مصمم ومؤلف ما قبل غزو الغاشر مع الكويت وكان معازمين ينتجونه في ذيك المرحلة حدث اللي حدث فصار صناعتهم ما بقى في الواحد 90 نفس الأبطال لا طبعا شي طبيعي عندما نتكلم عن زمن الزمن يغير كل شيء واحد ممشهور وإتاحة الفرص أيامها وكثرة الأعمال مموجودة عثينا الجيل اللي كان موجود نعم يثق في المستقبل وهذا بس ما كان تمنح فرص غايدة للمجاهيل خلنسميهم كذي لأنه موايد ساطعين فلما يد حكاية دور حول مبارك ويعطى هذا الموضوع حق رجل مغمور 6 سنين مؤمنين في جوانب معينة فيه بس ما تعرض لتجربة عملاقة يطلع عضلاته فيه كان أبرز دور قبله كان فيه للحياة بقية نعم بس خلنتكلم القضية موسكة قضية دور بس ما في عملية فنية بس أنا ماخد دور بطولة الله أنا براستي يعني ثقافة ضحلة جدا أنت تعيش في بيئة نص كيف كتب كيف قدم شلون قدم مخرج كيف يتعامل مع الموضوع بالأدوات اللي ذيتش للحظة كانت هذا نقاشنا ما عندنا مثلا نقاش البروبس مثلا ولا عندنا نقاش الملابس ولا هذا لا يعني مكان الانتاج نفسه الحين تفكير أثناء ترى مجموعة الأعمال أيامها في السنة يعني إذا سهرتين ومسلسلين أو ثلاثة بالكويت كان شيء مهول هذا يعني والممثل يعني أيامها مهما بلغت نجوميتها يعني مو ذاك المبالغ اللي طلعوا مكان ذاك ذاك الصرف على الأعمال يعني الحين وايدة حسن من قبل وايدة الحين موحسن من قبل يعني عندنا حوار شوية متناقض مع نفسه وصادق مع نفسه فأذكرنا عمل مملوء نجوم مملوء أسماء رنانة وحدوتها كاتبها الله يرحمه زهر الدجالة بكل وعي الرجل حضر مؤتمرات مكافحة جريمة الحدث من خلال هذه الأبحاث وهذا النقاش كتبها الحدوته بإدراك عالي وهو أيضا رجل معادي يعني مش مكاتب عادي الله يرحمه وكمان تصدى للعملية مخرج كمان مش عادي فأنا ضمن بيئة يعني راقية جدا فنيا ووعي عالي جدا وإدراك عالي أنا أمثل بالفطرة من غير إدراك من غير تحليل ليش أمثل شذي وشذي أنا أذكر أياما تعرفت لضغوطات وأنا أصور الكل حس أن أنا ما أجدت الدور أن أنا قاعد أمثل بطريقة تختلف عنهم فهذه الطريقة يعني مش كاعد تسوي أنت بتمثل حزن تمثل بالقالب هذا فرحت مثل فأنا بالبداهة عندي بالبساطة اللي عندي ما أعرف أتسلف أفكار الآخرين وإذا أخذيت فكر من الآخر أروح بشخصيتي أتعامل معا أعطيها من ذاتي فأنا بكل بساطة أمثل بالارتجاه من غير تحليل من غير تنقيح ليش أنا سويتش ذهني أو ليش ليش لأ لأ عندي نوع من التفكير اللي اختلف طبعا بحكم الخبرة وبحكم أن ما قمت أطوف أي شي ليش قاعد أسول ليش قاعد أسول بيدي شي ليش قاعد أسول بصف أي شي ليش اللحظة هذي قاعد أسول عندي نقاش خاص عندي منهجية في التعامل مع الموضوع شون أكسرة عشان أوصل حق أداء معين أياما ما عندي هذا العوار مع نفسي ومع الآخرين ما أملكه يمكن أقاعد أسول في عمرك مرحلتك فأذكر تعرض لضغوط يعني لما آخر العمل ما في إيمان فيني يعني في العمل لم أعرض وسو جو وحقق المراد منه وبعدين طلعت شغلة هذا اللي ما قد دور بطولة ويديد ما نعرف المغمور اللي ما ظهر وايد ما نعرف وايد ومعاه الأسماء الرنانة فجأة هو يشتغل بطريقة مختلفة عن الآخرين قام يعطينا طعم آخر وتأثير تأثير الغير مستهلك غير على المستهلك هذا طبعا النقاش من نوع آخر بس خلنا نتكلم عن اللحظة فخروج من الهاوية كانت تمثل بالنسبة لي وعلى فكرة ترى لغاية اليوم ما قضيت بطولة يعني أنا ما طلعت عضلاتي إلا في خروج من الهاوية القزء إن خروج من الهاوية هو أول عمل طلع عضلاتي لغاية اليوم أنا يعني بكل صراحة أدواري قاعد أخذها مو هالمساحات بس خروج من الهاوية تشوف أول عمل وآخر عمل اللي اللي سويت اللي براسي والنظرية اللي أبيها معه بساطتي اللي براسي